اشتركوا في القناة معكم المهندس محمد تمام بدأت قصة فكرة الـ PMP بنصيحة من صديق في 2017 كان قد اجتاز الامتحان وكانت بتسد الفراغ والقابز الموجودة عندي في إدارة المشاريع في العمل الخاص بي فقررت في ذلك الحين الانشغالي في تأجيل في اجتيازي بهذا الامتحان صديق آخر نصحني بالاتصال بالمهندسيها بعدما شافني خلاص كنت بدي أوقف فكرة اجتياز الامتحان الـ PMP وخاصة انه رح يتغير المنهاج في 2021 محمد رشيك محمد رشيك موسيقى موسيقى السلام عليكم عندي سيهاب ويعطيك العافية الحمد لله انا اليوم انجحت في البي ام بي أبوف تارجت سكور الحمد لله اقال من امتحان несوانك بفضل التوفيق من ربنا وبفضل جهود م Ut пес ايهاب شعبات الحمد لله اليوم امتحنت البي ام بي وحصلت على ابوف تارجت سكور في عاني الآفة الحالي مع الايوال في زهل سوب ابو الحمد لله مبارح كان امتحاني البي ام بي و الحمد لله كان البي ام بي سركب ام ايهاب پرتر ايهاب أطرد احبه ب لي ام بي الفضل من الله و الفضل من مهندس ايهاب الحمد لله نجحت من الامتحان بفضل ربنا سبحانه وتعالى سمى المهندس إيهاب أنا نجحت في امتحان PMP الحمد لله نجحت وقبت طبعاً أول حاجة أنا حب أشكر جداً 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 بعد ربنا وتوفيقه مهندس إيهاب الياردة هذا اخطت منقذ PMP المهندس مطلعيم المهندس إيهاب الامتحان مكانش سهل مكانش صعب الحمد لله نجحت الياردة بقيت PMP Certified كنت واحد من هذول سجلت عند المهندس إيهاب في كورس الأونلاين كانت المعلومة توصل بكل إيجاز ووضوح مما تغنيك على الدراسة الكثيفة اللي كنت رح تحتاجها في اجتياز امتحان البي أم بي أكيد وسطك المسيج هذه أو الرسالة أكثر من مئة مرة كانت سبب لك الضغط والتوتر والإحساس بشيء غير منتز بمنتصف نوفمبر الحمد لله رب العالمين كنت جاهز بالامتحان كنت عم بقدم آخر الامتحانات التجربية وكنت متابعة مع المهندس إيهاب في البدء في تحديد موعد للامتحان لكن بقدر الله سبحانه وتعالى أصبت أنا والعائلة بالكورونا كانت صعبة جداً علي وما كثت تقريباً 21 يوم نصحني المهندس إيهاب في إعادة المادة من جديد وبدراستها بتأمي وبعمر وبإعادة امتحان راوند فور من أول جديد وبلشت والحمد لله رب العالمين سجلت في 23-12 موعدي لاجتياز امتحان البي أم بي قررت تقديم الامتحان إلى 21-12 بثقة للبالغة الحمد لله رب العالمين بما أخذته واستفدت منه من المهندس إيهاب الحمد لله رب العالمين اجتست الامتحان أبر تاركت أخيراً راح أقدم لك بعض النصائح إن شاء الله تستفيد منها طبعاً حضور الكورس عند المهندس إيهاب كان مفيد جداً بالنسبية وعزز الثقة في مراجعة المادة بسرعة الراوند فور كان مهم جداً حيث كان فيه من 70 إلى 90 سؤال في الامتحان يا مشابه يا كوبي بيس من الراوند فور طبعاً هذا راح يخليك تعزز إكمالك للامتحان بكل سلاسل سهولة والحمد لله رب العالمين أنا اجتست الامتحان بثلاث ساعات فقط وكان عندي وقت للمراجعة ثالثاً يعني العمليات الحسابية الموجودة داخل الامتحان ما رح تحتاج فيها الكاليكوليتر ولا الوايت بورد يعني كانت سهلة وممكن تستنبط الحل بسرعة أخيراً إن شاء الله للماشتاز الامتحان خالكم الخير إن شاء الله وتكونوا تابعين مع الركب إن شاء الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته